مشاهدينا نسيب دلوقتي حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا شرف تفضلاتينا شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى العاصمة الصربية بيلجراد وكان في استقباله الرئيس الصربي أليكزاندر فوتتش وذلك بمطار العاصمة وأصارح المتحدة الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الزيارة تشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي لبحث أليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنصيق على الصعيدين الدولي والإقليمي كما سيلق الرئيس السيسي كلمة في جامعة بيلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن استعراض محادثات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة أكد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة شراكة للخصومة والتوافق على أساسيات العمل وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء ثاني جلسات الحوار الوطني بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب للإعلان عن نتائج ومخرجات الجلسة ثمن مجلس الأمناء قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكومة عليهم وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت بالعفو عن من لم يشارك ولم يحرد على العنف ولم يخرب وأكد رشوان أن المحور السياسي بموضوعاته وليجانه الفرعية جاهز الآن وسيتم البدء بتحديد جلساته هذا ما سيكون منوطا به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم عربت مصر عن بالغ إدانتها وسنكاريها للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين مما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من أشقاء العراقيين وتتقدم مصر بخالص التعزي للعراق الشقيق ولذوي الضحايا متمني الشفاء العاجل لكافة المصابين ومعربة عن تضامنها ودعمها للعراق في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف ذكر البيت الأبيض أن روسيا تمهد الطريق لضم أراضي أوكرانية وتنصب مسؤولين ليكونوا وكالاء لها في المناطق التي تسيطر عليها وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن موسكو تستعد لتنصيب مسؤولين بالوكالة واعتماد الروبل عملة رسمية وإكبر المواطنين على التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها أعلن التحالف العربي في اليمن أنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية وأكد التحالف بيان له أن مزاعم قوات الحوثي بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالة عارية من الصحة مشيرا إلى أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة يصوت اليوم نواب حزب المحافظين في الجولة الخامسة والأخيرة لاختيار مرشحين اثنين لزعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون ووصل وزير المالية البريطانية الصابق ريشي سوناك تصدره الصبق لخلافة جونسون وتصدر الجولة الرابعة وزير المالية الصابق ريشي سوناك وثلاث وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بني موردنت ثم وزيرة الخارجية لستراسة ووفق النتائج التي أعلنها جرهان برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلية ختم مجزء التاسع عودة المرة أخرى إلى أحمد بسانت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا دينا شكرا لك يا دينا